في شهر الخير فعاليات معهد الكويت للبحاث العلمية استذكرت الأجواء الرمضانية قديما حيث أضافت الألعاب الشعبية والأكلات الكويتية القديمة وغيرها من الفعاليات أضافت السعادة على الكبار والصغر نعم مناسبة اجتماعية تراثية شاركت فيها إدارة معهد الكويت للبحاث العلمية موظفيها مع أهاليهم للاستمتاع بالألعاب الشعبية والماكولات الكويتية الشعبية وغيرها من الفعاليات شهر الخير مع معهد الكويت للأبحاث العلمية هالسنة غير فعاليات ترفيهية وشعبية أسعدت حضور مبادرة معهد الأبحاث في شهر رمضان إحدى الفعاليات التي تقام في المجتمع الكويتي لإحياء العادات والتقاليد التي تعودنا عليها طبعاً اللجنة الاجتماعية عندها عدة فعاليات وتغيمها على مدار السنة لموظفين المعهد وعائلاتهم الكريمة اللجنة الاجتماعية انقطعت فعالياتها بسبب جائحة كورونا وهذه أول فعالية نعود فيها بإذن الله بعد انتهاء الجائحة موظفي معهد الكويت للأبحاث العلمية وأهليهم أحيوا الفعاليات الترفيهية من الألعاب الشعبية والأكلات الكويتية القديمة والمسابقات وغيرها في هذه الليلة اجتهادات من قبل الإدارة المعهد مشكورين جزاهم الله خير ويمكن في نشاطات مختلفة للأطفال إن شاء الله يستنسون ونحن نشارك وكل إن شاء الله المجموعة كلها إن شاء الله تتضافر من أجل البهجة والفرحة أمانة لنا دور كبير إحنا ككبار إن نوجه الأطفال الأمور هذه لأنها صارت سورية يعني بس مهم جداً نمتعرفون على الأمور هذه يمكن الآن الصحافة والتلفزيون والإنستغرام ما قاعد يقصرون ولكن أيضاً لازم نرسخ الأمور لهم مسابقة الأكلات الشعبية الرمضانية كانت على مستوى الكبار فيما تم مشاركة الصغار في تعلم الألعاب الشعبية القديمة لكي ترسخ لديهم آدات وتقاليد الأباء والأجداد نوع الشراكي ترجمة نانسي قويت